السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم أصدقائي في النص المسترسل للوحدة الأولى بعنوان السلوك المتحضر إذن وصلنا إلى المقطع الرابع والأخير وكما تعودنا دائما نقرأ المقطع ثم نجيب على الأسئلة المتعلقة به إذن نقرأ المقطع الرابع وأخيرا اقترح عليهم رب البيت اقتراحا ودعاهم إلى قبوله فوافقوا عليه قال سأضع هذا النقد في صندوق الكعك وسأضع الصندوق بجانب البئر عند باب الجنينة وكلما خرج واحد منكم من الجنينة أقفل الباب وراءه ولن يتحرك أحد منكم من هنا حتى نسمع صرير الباب وهو يقفل فيمكن للشخص الذي دفع النقد الزائد أن يأخذه من الصندوق ويذهب إلى بيته ووضع النقد في الصندوق بجانب البئر وخرج الضيوف فرادا الواحد بعد الآخر ولما خرجوا جميعا ذهب صاحب الحفلة وزوجته فطحص الصندوق فلم يجد فيه النقد فمن الذي أخذه ليس أحد يعرف ذلك ولكن بديهي أن الرجل الذي وضعه قبلا لكي ينجي ذلك الضيف الآخر من القتل هو الذي أخذه وإنما سلكوا جميعا هذا الصلوب لأنهم كانوا من ذوي الخلق العظيم الذين يعرفون واجباتهم وتبعاتها والآن ننتقل إلى أتذكر وقعت مفاجآتان في المقاطع السابقة أذكرهما المفاجآتان التي وقعت في المقاطع السابقة هي اختفاء نقد من النقود الذهبية العشرة العثور على إحدى عشرة نقدا هذا ما وقع من مفاجآت في المقاطع السابقة ننتقل الآن إلى أفهم ما اقتراح صاحب البيت لرفع الحرج عن الضيوف الجواب عن هذا السؤال هو اقترح صاحب البيت لرفع الحرج عن الضيوف وضع الصندوق عند باب الجنينة وخروج الضيوف فرادا حتى يستطيع الذي وضع النقدة في ظل المصباح أن يأخذه ننتقل الآن إلى ثانيا لماذا وافق الضيوف جميعهم على هذا الاقتراح الجواب وافق الضيوف جميعهم على هذا الاقتراح لأنهم كانوا من ذوي الخلقي العظيم الآن ننتقل إلى التمرين الثالث هل وفق صاحب البيت في هذا الاقتراح إذا الجواب بطبيعة الحال نعم وفق صاحب البيت في هذا الاقتراح لأن هذا الاقتراح جعل الذي وضع القطع النقدي الزائدة يأخذها بدون أن يعرفه الآخر نمر الآن إلى رابعا من الذي أخذ النقدة الذي وضعه صاحب البيت في الصندوق بجانب البئر عند باب الجنيلة الجواب لا أحد يعرف من الذي أخذ النقدة الذي وضعه صاحب البيت في الصندوق بجانب البئر عند باب الجنيلة ولكن من البديه أن الذي أخذ النقدة هو نفس الشخص الذي وضعه في ظل المصباح الآن نمر إلى أسئلة أحلل أستخرج من الحكاية بأكملها ما يأتي حدث البداية التحولات وحدث النهاية إذا نبقى مع حدث البداية ترقب الزوجين نهاية العام بقلق وخوف لأنهما لم يكن لديهما شيء من المال ليحتفل التحولات اختفاء نقد من نقود صاحب البيت عثور أحد الضيوف على النقد الضائع عثور الزوجة على النقد الضائع بالنسبة لحدث النهاية إعادة النقد الزائر للشخص الذي وضعه في ظل المصباح ثانيا أعدد شخصيات الحكاية وعلاقاتها إذن شخصيات الحكاية لدينا هادارة نيسوك وزوجته علاقة تفاهم وسعادة رغم الفقر زوجة هادارة نيسوك وأخيها علاقة أخوة ومساعدة الأصدقاء السبعة علاقة صداقة قوية ومتينة ننتقل الآن إلى ثالثا أستخلص من الحكاية القيمة التي تربط أفراد المجتمع الياباني ذا القيم المستخلصة للحكاية ميا الصداقة القوية أخوة صادقة الجود والصخاء الإيثار الجود والكرم التضحية في سبيل الآخر ننتقل الآن إلى أركب وأقوم أعيد كتابة الحكاية بأسلوب خاص في ثمانية أسطر دا نكتب تلخيصا لهذه الحكاية في حدود ثمانية أسطر دا نقول في بلدة شنجاوة باليابان يعيش هادارة نيسوك وزوجته الفقيرين ومع اقتراب نهاية العام طلبت الزوجة من أخيها إقرادهما بعضا من المال فأرسل إليهما عشرة نقود ذهبية ودع الزوجين أصدقاءهم للاحتفال معا وعندما حضر الأصدقاء وخلال الحفل ضع نقد من النقود فتظاهر صاحب البيت بأنه أنفقه وقال أحد الضيوف بأنه يملك نقدا ذهبيا وعثر آخر على النقد في ظل المسباح وعثرت الزوجة على النقد الضائعي ليصبح عدد النقود إحدى عشر فقام صاحب البيت بوضع النقد الزائد في صندوق عند باب الجنينة حتى يتمكن صاحب النقد الزائد من أخذه ننتقل الآن إلى ثانيا للحضارة مظاهر متعددة علمية عمرانية وأخلاقية إلى آخره أي مظهر تطرقت إليه الحكاية في الحديث عن الحضارة اليابانية الجواب المظهر الذي تطرقت إليه الحكاية في الحديث عن الحضارة اليابانية هو المظهر الأخلاقي ننتقل الآن إلى ثالثا في أركب وأقوم دائما أذكر ثلاثة بلدان من آسيا تنعت حضاراتها بأنها شرقية وثلاثة بلدان من أوروبا تنعت حضارتها بأنها غربية حضارات الشرقية لدينا الهند الصين سوريا حضارات غربية لدينا اليونان فرنسا إسبانيا وإلى هنا أعزائي نكون قد انتهينا من الإجابة عن الأسئلة الخاصة بهذا المقطع أي المقطع الرابع وكذلك المقاطع السابقة الأخرى إذن ننتهي من هذا النص المسترسل أترككم الآن في أمان الله وإلى اللقاء